كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن أسهل الطرق للحصول على المتطلبات وعلى الأمنيات بل وللوصول إلى الغنى والمجد أسهل طريقة للوصول إلى تحقيق كل المتطلبات في أقرب وقت ممكن وهذا الأمر مجرب كثير من الناس يشتكون بأنهم يعانون ظروف صعبة وأن عندهم موانع وعكوسات وأنهم يخططون بالعقل والمنطق وعندهم فكر استراتيجي وتخطيط قصير ومتوسط وبعيد المدى ويتخذون الأسباب كلها ومع ذلك لا يصلون إلى الغايات وسبحان الله العظيم لما سلكوا هذا الطريق كل الصعوبات صارت سهلة وكل ما كان مستحيل صار ممكنا وهذا مجرب السر أيها الأحباب الكرام في آية قرآنية مباركة في سورة نوح ذكرها ربنا عز وجل منذ الأزل منذ عصر نوح عليه السلام قديمة جدا لكنها تصلح لكل زمان وتصلح لكل مكان ولقد جربناها مع الكثير من الأحبة ولله الحمد ولله المنة ولله العزة يعطيك ما تشاء في أقرب وقت ممكن هذه الطريقة أو هذا السر يكمن في هذه الآيات من سورة نوح في قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الله عز وجل يتحدث في هذه الآية ويذكر أهم المطالب وأهم الأمنيات وأهم الحاجات التي يسعى إليها كل الناس أول شيء يتمنه الناس هو نزول الغيط المطر في إبانه ونحن نعلم بأن الماء هو منبع الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي من غير ماء الحياة تتوقف من غير ماء لن يستطيع الإنسان العيش بسهولة فربنا عز وجل يعدنا وعدا صادقا وإذا وعد المولى وفى سبحانه وتعالى وعدنا بأن المطر سوف نحصل عليه متتاليا وسوف نحصل عليه متتابعا وسوف يكون غيتا نافعا ثم الأمر الثاني الذي يتمنه كل الناس ويسعون إليه وهو المال المال عصب الحياة الناس يتصارعون ويتخاصمون ويبرمون العقود كل هذا من أجل الحصول على المال والمال ليس هناك أزمة مالية سواء في الصناديق الوطنية أو الدولية لأن المال متوفر وبكثرة عند الله تعالى المال عند الله عز وجل كثير والمال هو لا يأتي فقط بالأسباب هناك المال الذي يأتي بلا أسباب بل هناك المال الذي يأتي ضد الأسباب ويأتي بالمدد المدد المدد إذا أمدك الله به يأتيك وفيرا هناك أناس دراستهم متواضعة جهدهم في العمل متواضع ولكن يفض عليهم المال فاض عليهم المال وبأكس آخرين عندهم شواهد علمية وعندهم حس نقدي وفكر عميق وعندهم رؤية بعيدة ومع ذلك كلهم ديون ويعيشون في فقر مدكع ثم الأمر الثالث الذي يحتاج إليه الناس بعد المال وهو البنين الأولاد لأن الأولاد نعمة عظيمة الأولاد هم بركة الأولاد خير كثير ثم ما يسعى إليه الناس هو المحيط الذي نعيش فيه إما القرية وإما المدينة وإما الدولة أن يكون نظيفا فيه مساحة خضراء وفيه جنات غنية وفيه أشجار وفيه ثمار المحيط البيئة التي تعيش فيها تكون نظيفة هناك مثلا بعض البيئات فيها ما يسمى بالزحف الإسمنتي لا ترى فيها خضرة ولا ترى فيها أشجار ولا ثمار وهناك بيئة أخرى ما شاء الله فيها فيها ضلال من الأشجار ظلا ضليلا وتمار وجمال وبغاء ونظافة الله عز وجل يقول لنا كل هذه الأمنيات وهذه المطالب ستحصلون عليها بكل سهولة أي نعم هذه المطالب هي غنية والناس يبدلون فيها الجهد الكبير بل هناك معاهد ومؤسسات كبيرة تقوم بدراسات عميقة وموسعة للحصول على هذه المطالب هناك كليات الزراعة والفلاحة في العالم تدرس كيف يمكن أن نجعل الماء يمطر في إبانه كيف ندفع بسحب كيف نجعل الطائرات النفاتة المضادة للهواء وهناك جامعات أخرى للاقتصاد تدرس عن الأموال كيف نقسب الأموال كيف نشارك في الأسهم كيف نشارك في المضاربات وطرق كثيرة في الاقتصاد بالمنج الرأسمالي والاشتراكي والحداثي والتقدمي وهناك أيضا معاهد ودراسات طبية للإنجاب والإخصاب ولإيجاد الأولاد والبنات والتحكم في الجنس ونوعية الجنس وشكل الجنس وهناك أيضا معاهد أخرى تدرس البيئة ونظام البيئة والحفاظ على نسبة الهواء والأكسجين نظيفة والتخلص من الأزوت معاهد كثيرة الله عز وجل يخبرنا بأن كل هذه الأشياء هي مطلوبة وجهد بشري مشكور لكن المولى جل جلاله الذي يريد بنا الخير ويجعل الحياة سهلة بين أيدينا دلنا على أشياء بسيطة للغاية ولكنها فعالة للغاية فذكر لنا هذه الوسيلة العظيمة التي هي الاستغفار فقلت استغفروا ربكم من القائل هذا قول قديم ذكره سيدنا نوح عليه السلام لقومه وربنا عز وجل ذكره في القرآن العظيم لماذا لأنه ذكر خالد إلى قيام الساعة الله تعالى يأمرنا بماذا بالاستغفار فقلت استغفروا ربكم لماذا قال ربكم ولم يقل إلهكم لأن حتى المشركين يعتقدون بمجود الرب الإله هو يمثل القوة يمثل المنع لكن الرب يمثل الربوبية يمثل العطاء يمثل الرعاية يمثل العناية فالله تعالى ينتقي الكلمات في الآيات القرآنية لم يقل استغفروا إلهكم بل استغفروا ربكم الربوبية فيها الحنو والرعاية والعناية إنه كان غفارا غفارا لم يكن لم يقل غافرا أو غفورا بل غفارا صيغة مبالغة بمعنى فعال وهذه المبالغة هي ليست مبالغة على ذات الله جل علاه لأن الله تعالى قوي في كل شيء إذا أعطى أعطى بالكترة وإذا غفر غفر بالكترة غفار سمى نفسه الغفار الله تعالى لماذا سمى نفسه الغفار لأننا نحن عباد مذنبين كلنا لنا نصيب من الذنوب وإذا تكالبت علينا ذنوبنا أكلتنا وأكلت حسناتنا لكن الله جل جلاله تجلى علينا نحن المذنبين بهذه الكلمة الطيبة كلمة الغفار ماذا يعطينا يرسل يرسل السماء عليكم مدرارا لم يقل ينزل يرسل لأنه فرق بين الإنزال والإرسال الإنزال قد يقع في غير إبانه وقد يقع في غير موضعه ولكن الإرسال يقع في إبانه وفي موضعه وحسب الحاجة مرسول إنه مأمور من عند الله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا هذه السماء سقفا محفوظا بما فيها من خيرات وبركات ربنا يأمرها فتنزل في الإبان في الوقت المناسب وعلى قدر النافع تنزل الأمطار مدرارا متتابعة متتالية تأتي في السهول وفي الهضاب وفي الجبال وفي البحار وفي الصحاري وفي البراري وفي كل المناطق التي تحتاج إلى المطر إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم يمددكم المدد المدد الإلهي المدد هو ربنا يعطي للجميع يعطي للمسلمين للنصارى لليهود للصابئين للمجوس للكافرين للمشركين للملاحدة ربنا يمد الجميع كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الله كريم الله من صفته المدد ولكن هناك مدد خاص لأهل الله مدد خاص لأهل الإيمان واليقين لأن المدد الذي يعطيه الله تعالى للمشركين أو للكافرين أو للملاحدة أو لغير الدينيين هذا مدد محدود سرعا ما ينتهي حده الدنيا أما في الآخرة ما عندهم من نصيب هناك بعد التساؤل يطرحه دوما بعض الشباب لماذا هؤلاء الناس غير مسلمين في البلاد الأوروبية والأمريكية والروسية والإسجدنافية وغيرها لا يؤمن بالله وعندهم حياة طيبة وعندهم المطر في إبانه وعندهم التقدم العلمي والتكنولوجي وعندهم التنمية وعندهم الفنون وبارعين في الرياضات ويحترمون فيما بينهم حقوق الإنسان لماذا ربك أعطاهم كل هذه النعيم أي نعم الله كريم ربنا قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فعلا هم يحترمون حقوق الإنسان هم يعملون الخير فيما بينهم ينتصرون للمظلوم ويكرمون الضعيف فربنا جزاهم يفعلون هذا ليس لوجه الله وإنما للإنسانية إذا سألت أحدهم هل تؤمن بالله يقول لك لا الدين خرافة لا أؤمن بالله وماذا تنتظر أنتظر بعد الموت ألفناء وأنني أعود في عالم ضلام من جديد كما كنت قبل أن أولد أنام مستريح لا إزعاج هذا عقيدتهم هم أحرار يقولون لا إله والحياة مادة والدين أفين الشعوب لكن المؤمنين يفعلون الخير لوجه الله حبا في الله رغبة في رحمته فالله يجزئهم يوم القيامة أما الآخرون ربنا ماذا يقول لهم يوم القيامة لما يوزع ربنا الهدايا والجزاء العظيم يعطي للمؤمنين لكن الآخرين لا يعطيهم يقول ما هو نصيبون فيقول الله تعالى ولنكفر يقلم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تكفرون يعني الله تعالى يسبق لهم النعيم يمهد لهم النعيم في الدنيا فإن آمنوا لهم نعيم الدنيا والآخرة فإن أبوا فهم يكتفون بنعيم الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب أما أهل الإيمان فربنا يعطيهم قدرهم في الدنيا وعندهم الجزاء الأوفى في الآخرة في الدنيا أيضا ممكن أهل الإيمان يأخذون الجزاء الأوفر ممكن أن تأخذ أكثر من الآخرين في الدنيا أي نعم هناك أهل الإيمان يعيشون في رفاهية وفي نعيم مقيم أكثر من غير المؤمنين وهم الذين امتتلوا هذه الآية ويمددكم بأموال وبنين إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم المدد 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 أيها الأحباب الكرام لا يكونوا بالعمل ولا بالتعب المدد تقوم فقط بجهد بسيط ويأتيك المدد المدد سبحان الله فعلا جهد بسيط لكن العطاء الإلهي كثير وفير يعطيك الله بالأموال الكثيرة يمددكم بأموال وبنين حتى البنين الله تعالى يعطيك الذكور ويعطيك الإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ولو أن الطب قال لك بأنك عندك عقم أو قال عندك ضعف في الحيوانات المنوية أو عندك مشكل في الرحم أو ضيق في كذا أو فعل في كذا رغم كل ما وصفه الطب ربك اسمه الأصانع الخالق البارئ يمدد ويمددكم المدد بأموال وبنين البنين الذين تفرح بهم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أمهار يعني البيئة التي تقتلون فيها في الدنيا هي شبيهة بالجنة تعيشون في بيئة جميلة البيئة هي نظيفة وخلابة وجميلة فيها الأنهار فيها النخيل فيها المساحات الخضراء فيها النظفة في كل مكان محيطك جميل كأنك تعيش في جنة أي نعم هناك مؤمنين هنا في الدنيا بيئتهم جميلة للغاية السكن وما هو محيط به رغم أنه متواضع ولكنه جميل تجعل فيه الحضائق الغناء والغرس الجميل وتسمع لزقزقة العصافير وتفرح لشروق الشمس وحتى لهبوب الرياح جميل كل هذا بماذا نحصل عليه بطريقة بسيطة جدا لا يحتاج إلى دراسة ولا يحتاج إلى تخطيط ولا يحتاج إلى كثير جهد ربنا الكريم هذه هدايا يعطيها الله تعالى من غير جهد ما هي الطريقة وأسهل طريقة ويسريعة وفعالة وقريبة ومجربة وعشناها وضقناها وتمتعنا بها ولله الحمد والمن والله دقناها من غير جهد من غير تعب ربك عز وجل يتجلى عليك بالعطاء ولكن التزمنا بهذه الطريقة ما هي فقلت استغفروا ربكم الاستغفار ملازمة الاستغفار سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ويسي صحابته ومن خلالهم الأمة الإسلامية يقول فقلت من لازم الاستغفار من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقهم من حيث لا يحتسب يرزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب والله جربناها وعيشنا مع كثير من الناس كانوا يشتكون الفقر ويشتكون الحاجة ويشتكون المرض ويشتكون المانع في الزواج ويشتكون المانع في الإنجاب ويشتكون المانع في الحضوة كل ذلك حصلوا عليه في مدة قصيرة جاء العمل جاء الرزق جاء الزواج السعيد جاء الأولاد والدري الطيبة وجاءت الخيرات والبركات والفتوحات من عند الله رغم أنهم لم يبدلوا جهدا من قبل لا طالما درسوا دراسات معمقة واتخذوا أسباب ومسببات ويؤمنون بالعلل والعليات والمعلولات وكل هذا رغم ذلك ديون ومصائب وويلات وخراب وضمار وأوجاع وعكوسات وموانع كل ذلك زال بباركة الاستغفار فالنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ويقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجع ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب هذه الآيات فيها أسرار كثيرة ولطالما العلماء تحدثوا عنها يقال من بين الصالحين الذي انتبه إليه أولا من الصالحين الإمام الحسن البصري الحسن البصري هو من العلماء الفقهاء العارفين أولياء الله كان رجل أعطاه الله نور العلم والمعرفة وكان يفسر القرآن والحديث بطريقة ربانية الإمام الحسن البصري كان يعقد مجالس للذكر في المساجد والناس يأتون ليشرح لهم القرآن والسنة وبعد ذلك كان يفتح لهم المجال للحوار هذا الأمر نحن الآن نقوم به في الإداعات ليس جديدا ما نقوم به الآن ونفسه ما كان في القرن الثاني للهجرة كان في المساجد هكذا كان يأتي الفقه فيتحدث فيتحدث نصف الوقت وبعد ذلك يُعطي الكلمة للحاضرين من الناس فيقدمون أسئلتهم أو يقدمون شكاويهم أو يقدمون أفكارهم ويقتسمون المعرفة حرية فكرية دون خوف أو وجل الإمام الحسن البصري بعد أن ألقى درسه المعتاد في المسجد إذا بالناس بدأوا يسألونه أسئلة اجتماعية أسئلة في المسجد ليست فقهية للحلل والحرام بل المشاكل والمعاناة التي يكتمون بها جاء رجل فقال له يا سيدي لقد أصابنا الجذب هذه سنوات عجاف المطر لم يهطل ونحن نشعر بالجفاف والبغائم تشعر بالعطش ونحن في ضنق كبير هل من حل أنت فقيه أنت عالم هل من حل ربنا قل فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لتعلمون وأنت من أهل الدكر هل من حل قال أي نعم هناك الحل كان ينتظر أن يعطيه تخطيط تخطيط استراتيجي خماسي أو سباعي أو رباعي وكيف نستعمل نظام الري ونظام السقي والاقتصاد في النفقات وإرشاد صرف المياه لم يقل له كل هذا الكلام المعلوم عند علماء المياه بل قاله اذهب وأمر قومك أن يستغفروا الله تعالى قل لهم استغفروا ربكم سيأتي المطر وسوف يتخلصون من الجذب ثم جاءه آخر قال يا سيدي أنا عندي مشكلة ما عندي مال أنا فقير وأعمل أعمل يعني اسمع صنايع ورزق ضايع نخدم هنا ونخدم هنا ودائما الديون دائما كلة البركة هل من حل لهذا الفقر كان ينتظر هذا الرجل أن يعطيه حلا معلوما عند علماء الاقتصاد يقول له عليك بالإدخار ثم بدلك بالاستثمار ثم عليك بعد ذلك بأن تعقيد شركات ثم أن تبحث عن فرص للاستغناء وتفعل كذا وكذا مخططات إما رسمالية أو الشراكية أو تقدمية أو حدثية أو لست أدري مخطط اقتصادي كما هو معلوم في كل تجارة والاقتصاد لكنه كان جواب الإمام الحسن بصري بسيط قالوا يا سيدي اذهب أنت ومن معك من الناس قل لهم استغفروا ربكم وسوف يخلصكم الله من الفقر ويعطيكم المال فجلس الرجل ثم جاء آخر يا سيدي إني أكثر من عشر سنوات متزوج ما عندي أولاد وأجتمع مع بعض الأحبة كلهم نفس المشكل نبحث عن الأطباء وعند الصيادلة ونبحث عن طريقة للإنجاب حتى صرنا مجموعة أيام زمن نستنتظمون أيضا فيما بينهم قال نحن كلنا ما عندنا أولاد هل هناك من حل وكان ينتظر أن يعطيه أيضا حلا معلوما عند علماء الطب أن يقول له بأن عندكم نقصان في البويضات أو نقصان أو ضعفا في الحيوانات المنوية أو أن زوجتك عندها ضيق في الرحم أو عندك أم الصبيان أو عندك كذا وكذا فقال له أيها الرجل اجمع النسل حولك من عنده مدى المشكل قلة النسل وقل لهم استغفروا ربكم سيعطيكم الله النسل ثم جاء آخر قال له يا سيدي قال لنحن عندنا أرض نحرتها وينزل المطر ولكن الأرض الأرض ما فيها لا تخرج أي شيء الأرض قاحلة صحراء جافة ما فيها لا عطاء ولا نعيم وقد بدلنا جهدنا حفرنا الآبار وقمنا بالزرع وقمنا وقمنا ما في شيء فقال له الإمام الحزن المصري نعم هناك حل كان ينتظر أيضا أن يعطيه حلا آخر في جمالية البيئة وفي ما يتعلق بالتربة ويتعلق بالتشجير ويتعلق بالجمالية المكان فقاله اجمع من حولك قل لهم ليستغفروا ربكم فإذا بأحد الحاضرين قاله أيها الإمام إنك قد أتاك رجال من مناطق مختلفات كل عنده مشكل يشتكون إليك أنواع من الحاجات وكانوا ينتظرون منك أن تعطيهم حلولا عملية لمشاكلهم فإذا بك تأمرهم بحل واحد ومسيط هو الاستغفار هل هذا حل؟ هل يقبلوا العقل والمنطق؟ فقال الإمام الحسن البصري أي نعم إن ربك عز وجل قال في كتاب العزيز فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما معنى ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ يعني لا توقرون الله لماذا لا تصدقوا كلام الله؟ لماذا أنتم ترفعون لواء العلم والمعرفة والعقلانية والحداثة والفكر والفلسفة وتفهمون على فهم الله؟ لماذا لا توقرون الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فأنا ذاك هؤلاء الناس استمعوا لكلام الإمام الحسن المصري وقاموا بتنفيذ نصيحته وصاروا يدعون الله تعالى ويستغفرونه ما هي إلا فترة وجيزة حتى عاد إليه كل هؤلاء الناس وقالوا يا إمام لقد أكرمنا الكريم بالعطاء فالذي كان يحتاج إلى المطر قال ربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا المطر حتى ابتلت الأرض وامتلأت الأنهار والأبار والذي كان يحتاج إلى المال كان فقير قال لقد فاضت خزائننا بالأموال والآن أبحث عن من أعطي زكاتها ما زكاتها يا إمام لمن أعطي هذا المال أنفعد والذي كان يبحث عن الأولاد أعطاه الله الأولاد حتى فرح بهم وسعد بهم وقال هذا خير كثير يكفي لا أستطيع المزيد أن أنفق عليهم وأقسم علي محبتي ومودتي والذي كان يعاني من بيئة قاحلة جدباء قال ربنا عز وجل أكرمنا وصارت بيئتنا جنة كل هذا لأن الله تعالى اسمه الغفار الغفار أنه يغفر كل الدنوب وهو من صيغة مبالغة ولا مبالغة في استغفار الله ومغفرته لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لهذا نجد في ديننا الإسلامي من رحمة الله تعالى أن ربنا شرى علىنا الاستغفار في مواطن متعددة حتى لا نغفل أول ما يشرع الاستغفار هو عقب الصلاة الصلاوات الخمس ينبغي أيها الأحباب الكرام حينما نفرغ من صلاواتنا الخمس مباشرة لما نقول السلام عليكم السلام عليكم نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا دل الجلال والإكرام لماذا أستغفر الله هنا على ما وقع في صلاة من سهو أو نسياء أو خطأ فنستغفر على ذلك ثم لا أنسى بأن الاستغفار به ربنا عز وجل يعطي الكرامات ثم هذا الاستغفار به الله تعالى يغفر الدنوب يعني بعد الصلاوات الخمس نستغفر الله تعالى ونستغفره أيضا عند كل ليلة عند النوم لما نريد أن نخلد إلى النوم آخر ما نقول أن العبد المؤمن يتوجه إلى القبلة ويقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات إذا قالها غفرت ذنوبه ليوم هيدك كلها ولو كانت مثل زبد البحر بل ولو كانت مثل عدد أوراق الشجر بل ولو كانت مثل حبات الرمال الصحراء الله يغفر لك كل الدنوب عقب النوم لا تنسوا أيها الأحباب الكرام قبل النوم إياكم أن تتشغلوا بالهاتف النقال الدكي وبما فيه من مواقع تواصل اجتماعي حتى يغلبكم النوم قبل النوم نستغفر المولى عز وجل تلات مرات الاستغفار أيضا يكون إذا كنا نخشى عذابا أو نخشى ظالما أو نخشى خطرا محدقا بنا لأن ربنا عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما دمنا نستغفر الله تعالى لن نخشى عذاب لن نخشى لا وباء لا كورونا ولا غيرها تمر مرر السحاب لا نخشى لا زلازل تمر مرر السحاب لا نخشى الجفاف سوف يمر مرر السحاب لا نخشى على الأسعار تمر مرر السحاب كل الأخطار تمر بسلام لماذا لأن الله تعالى ينجين من العذب أي نعم هناك معاناة ولكنها محدودة قصيرة ثم تزول ما في عذب في أمان وطمأنينة وسكينة وخير عظيم بفضل الاستغفار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد لما كان سيدنا النبي حاضر حياته ربنا منع العذاب عن الأمة لأن الأمم السابقة عذبهم الله تعالى درسنا عن الأنبياء والمرسلين كيف عاقب قوم نوح بالطفان وعاقب أقوام آخرين بالزلازل والبراكن وهناك من أرسل عليهم طيور أبابيل وهناك من أرسل عليهم الضفاضع والدم والقمل وغير ذلك من الأخطار لكن أمة محمد مرحومة أمة محمد ما في عذب الله تعالى ما يتجلب لأن فيهم محمد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما الذي يحمينا نحن ما ما بقي معنا رسول الله ما الذي يحمينا الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الأحباب الكرام اللي عندهم مشكلة في الزواج عدد الفتيات والفتيان تقول لك أنا عندي موانئ وعندي عكوسات ويبحث عن الأولاد ويبحث عن سيدنا النبي كان يستغفر المولى ويقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس العفاف الله تعالى يعفك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله من أراد المال من أراد الغنى ما عليه إلا أن يستغفر يمددكم بأموال وبنين من كان يطلب الحمل يستغفر المولى عز وجل ويقول ربي لا تذرني فردا وأنت خل الورثين ثم يستغفر المولى عز وجل وسوف يرى الكثير من الخيرات من كان عنده سحر وأراد أن يفك هذا السحر أو عنده مس ويريد أن يتخلص من المس أحسن طريقة وعليه أن يشتهد في العبادة ويكثر من الاستغفار فبه الله تعالى يرفع عنك الأذى ويرفع عنك السوء بل إذا مات لنا حبيب مات لنا قريب كلنا يموتنا الأحبة ونحزن عليهم ما الذي ينفع أمواتنا أن نستغفر لهم نقول الله مرحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم سأستغفر لك ربي إنه كان غفار نستغفر الله تعالى لأمواتنا نطلب لهم الرحمة ونطلب لهم المغفرة والكثير من الأشياء ندركها بالاستغفار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن نقول اللهم اغفر لدنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره دائما من دعاء النبي المصطفى هذا الكلام المفيد النفيس أنه يطلب من الله المغفرة الشاملة اللهم اغفر لي دنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور رحيم إذا كان رسول الله خير البرية يقول هذا الكلام يستغفر مولاه ماذا عسنا أن نقول نحن المذنبين نحن المفرطين علينا أن نكثر من الاستغفار وسيدنا النبي لن نسئل كم تستغفر ربك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إني أستغفر ربي كل يوم أكثر من سبعين مرة وفي روايا أكثر من مئة مرة تصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم إمام المرسلين وخاتم النبيين وهو المعصوم والله يعصمك من الناس والله يصلي عليه إن الله وطالب منه أن يستغفر حتى في آخر عمره نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره استغفره إنه كان توابا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ربنا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويعصمك من الناس لماذا يأمرك بالاستغفار ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى تستغفر مولاك قال لي هاشنوى الذنب كيف يفكر قال لي لعلي لم أشكر الله حق شكره لعلي لم أشكر الله حق شكره الصالحون من أولياء الله والعارفون يقول لك الدنوب هي أنواع هناك دنوب الجوارح سيئة الجوارح يعني العين تزني واللسان يقول النميمة والأذن تسمع الكذب واليد تبطش والبطن يأكل حرام والفرج يقع في السيئات هذه دنوب الجوارح لكن هناك دنوب أخرى أخطر منها دنوب النفوس والقلوب الكبرياء العجب أن تحتقر الناس أنك تتفاخر عليهم وتستصغرهم أنك تشعر بالحسد أنك تتمنى زوال نعمة الآخرين هذه كل دنوب خطيرة ولعل من أكبر الدنوب أنك لم تشكر الله أشكره هكذا أجاب النبي الكريم لماذا يا محمد ربك يا أمرك بالاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الخطاب إليك لماذا تستغفر المولى ويقولك إنه تواب عليك لماذا قال لم أشكر لحق شكره من منا يستطيع أن يشكر المولى حق شكره من لا أحد لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من مئة مرة من واضب على الاستغفار في الصباح والمساء وفي الأوقات المتقطعة من النهار والليل إذا صار بإخلاص ويقين ستتحول مباشرة من مسلم عاد إلى أولياء الله الصالحين ستتحول إلى عباده المتقين ستتحول من أصحاب الأسرار الذين لا يرد دعاؤهم ولا يخيب رجاؤهم لأن ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي عن هذا المؤمن ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه فربك عز وجل يعطيك ويجعلك من الصالحين بل من المتقين بل من أوليائه وخاصته وأقول لمجموعة من الناس يشتكون الفقر ناس مرضى ناس عندهم ديون ناس عندهم مشكلة السكن عندهم إفراغ أحكام بالإفراغ ناس عندهم أحماء التقال أقول لهم أيها الأحباب الكرام الصحة والعافية والمعيشة والبركة في الأولاد والبركة في الرزق كل هذا سيحصل لكم بالمداومة على الاستغفار دوما نرددوا وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار لازم لازم يعني قالوا في الصباح والمساء وفي أوقات متقطعة من النهار والليل كل من خطر على بالك فاستغفر من لازم الاستغفار مدى الذي يقله جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب الأحباب بدينا اللي في المحاكم وقد دعا عندهم دعوات أمام الساد القضاة وكي يكون مظلوم خصو المحامي والمدافع أقول له استغفر ربك ستجد بأن قضيتك مربوحة بإذن الله تعالى الناس اللي عندهم ديون واللي هم خايفين من تهديدات وعندهم أحكام بالإفراغ استغفروا ربكم سترون بأن خزائنكم ستمتلئ وتؤدون ما عليكم من مستحقات الناس اللي عندهم مشكل في الإنجاب ربي عز وجل وعدكم بأن يعطيكم الأولاد دكورة وبنات وذلك بأن تستغفروا ربكم اللي عندهم الموانع في الزواج يقول لك أنا ما عندي زهر أنا مفعولي سحر أنا معمولي عمل أقول لك كل ذلك سوف ينمحي ما تستغفرت ربك بإخلاص ويقيم كل من كان مهزوم وكل من كان محقور وأراد أن أن ينتصر عليك بنزوم الاستغفار وسترى العجب الدولة بكاملها البرلمان ومجلس المستشارين والحكومة الموقرة وكل الجهات ورؤساء الجهات ورؤساء الأقاليم وكل مسؤولين من أراد ربك عز وجل أن يسهل لك المخططات وأن تنجح في استهداف الأهداف وأن تيسر لك الميزانيات وأن تنجح في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع وأن تحصل على نقاط حسنة وأن يرميك الناس بالورود ما عليك إلا بلوزوم الاستغفار وسترى الخير الكثير والبركة والإحسان وخص أيها الأحباب الكرام نحن في بلادنا نحتاج إلى المطر نحتاج إلى إلى الغيط نطلب من الله تعالى أن ينزل عن الغيط تعالوا بنا نستغفر المولى ونقول اللهم أننا نستغفرك ونتوب إليك من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا ربنا إن كنا قد عصيناك فلم نعصك يا رب تحديا ولا تمردا وإنما عصيناك لضعفنا وهواننا اللهم اغفر لنا وبدل سيئاتنا حسنات واجعلنا من عبادك الصالحين الأبرى الأخيار اللهم أمتر علينا أمطار رحمة اللهم أمتر علينا أمطار رحمة اللهم ببركة الشيوخ الركع والبغائم الرتع والأطفال الرضع اسقنا يا ربنا قطرات من الماء اللهم أنزل علينا صيبا طيبا مباركا اللهم املأ به الأنهار والأبار واسق به الأراضي واجعل يا ربنا عامنا الفلاحين مباركا واجعلوا آخر أحزاننا واجعل بعده يا رب الخيرات والبركات في السنوات القادمات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا غفار اغفر لأموتنا يا غفار اغفر لأموتنا يا ستار أستر يا رب دنوبنا أموتنا في القبور اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اجعل قبورهم مزارا للملائكة اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم ويا غفار اخواننا في فلسطين كلهم وليا وكلهم نصرا وكلهم وعينا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أيدهم بجندك فإن جندك هم الغالبون اللهم يا ستار يا غفار أبناء أمتنا الإسلامية أعدهم إلى سابق عزهم وإلى سالف مجدهم واجعل أمتنا راية وخفق في كل مكان واجعلنا بحق قولك كنتم خير أمة أخرجت للناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك وذوما خطوطنا الهاتفية هي متحد الجميع كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات ونبدأها من سطط معنا السسائد السلام الحاشق وريبان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحاشق وريبان الحمد لله مولي بارك الله فيك بركة العواشر الله يدخلانيكم بالرحمة والمغفرة والرضوان الحاشق وريبان أنا كانت وفالي واحد جري من هذه مرة مضال لدى زباق ربي ما جاء بليش تثير ليلة هيد الله وبغايتك الدعين معايا ولا نمغير في القلب ديالي الله يجعل ربي لا أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله يطول لك في العمر نحن نحبوك بزيال الله يحبذك الممولي لا إله إلا الله الله يفرحك أخويا ويصبرك السي سعيد اللهم أمين يا ربي يا ربي يا أخويا سعيد وبغايتك الدعين على الحاشق وريبان والله إلا نحنا ما كان يبقى فينا كانت تفكروك ورأسنا كيعمرو الله الله semana الله عز منه ايها مولي هو عزيز والله عز منه ايها مولي ايها مولي ووالدين والله إجازيكم الحشق وريبان والله إلعى ربي لمراكو الأخويا اللهم أمين أخويا الله مأمين شكرا لك استسعيد ل vollت Chain يعطيب اعيذ الي وتولد الله بيت العواشق يا ربي يا كريم أخويا يا ربي يا كريم الله سي حفظك والسهلي لك الحاشق وريبان نحبوك وزيال Chuck انسان طول البرنامج بيالك الله لك نحبوك بزار 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 اكرمك الله اخويا اكرمك الله حافظك الله دعينا بهذا الجري تعودنا شي واحد خلق ان شاء الله يا رب يا رب الله رحمه ولي فيه الله لازيك الله يحفظك يا رحمن يا رحم انه سميع قريب المجرد خلقينه الصحة والعافية يوم الطول العمر اللهم امين اخويا شكرا لك سي سعيد وعظم الله اجركم وان لله وان اليه رجعون يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اكيد اخي سعيد الموت علينا حق ولكن هي الموت هي مصيبة ربنا عز وجل قال اذا اصابتكم مصيبة الموت هي مصيبة تصيب الكبد تصيب القلب ولكن اخطر موت هي موت الاولاد كين موت الوالدين والاجداد والاعمام والاخوال والاصدقاء هي مؤلمة لكن موت الاولاد هي مفجعة لانك يشعر الانسان بان الطرف من الكبد ديالك يحترق وربنا عز وجل له السر في ذلك المسألة ليست عبتا ليس في الوجود شيئا العبت ابا حسبتمو انما خلقناكم عبتا وانكم الينا لا ترجعون وانما كل حالة الا وربنا سبحانه وتعالى عنده الاسرار علاش ربي عز وجل غد يختاروا ذاك الوليد اللي عندك من ضمنها ثمانية المليار ديال البشار وياخذوا علاش اصدق انت استساعيد علاش هذا السؤال ربما قد يأتيك الى ذهنك وقد يطرحه ابليس يقولك ابليس علاش انت كتسلي للرب وتصوم له وانت طيب القلب لماذا ربك عز وجل اخذ منك هذا الولد علاش هذا السؤال الجواب ان الله سبحانه وتعالى يقول لجبريل اخذتم فلدة كبد عبدي يقول اي نعم يا رب اخذناه يقول يم الله تعالى اخذتم قرة عينه هذا الوليد فلدة الكبد قرة العين يقول يا رب اخذناه يقول ماذا قال عبدي ماذا قال عبدي عبدي هذا اخذت لي اعز ما يملك اعز انسان عنده اخذت لي اشنو ورد الفعل دياله يقول يا رب صبر واحتسب وحمدك على كل حال الله تعالى يباهي به الملائكة في السماء الله تعالى كي اجمع الملائكة الاطهار اللي هما كي عبدوه بالليل وبالنهار وكي قلهم يا ملائكة آجوا تشوفوا عبدي عبدي هذا اخذت منه اعز ما يملك وكان بامكانه انه يتنكر لي وانه يستاء وانه يتدمر ولكن عبدي مؤمن قال رب يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون رب عز وجل وولدي عزيز والله اعز منه الله تعالى يباهي بك السعيد يباهي بك الملائكة في السماء يقول انظروا الى عبدي شوفوا احسن منكم لان الملائكة قالوا اللي بغي يخلق الانسان قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون حينما اراد ربك ان يخلق الانسان ابونا ادم في الوجود لم يكن هناك الانسان كان الملائكة وكان الجان وكانت الحيوانات وكانت الشمس والقمر والكواكب اخر مخلوق هو الانسان لما اراد ربك ان يخلق الانسان واجمع الله الملائكة وبغي ياخذ الريديا لهم يعلمنا الديمقراطية الديمقراطية بس جديدة هي قديمة قدم الوجود قال لهم اني جائل في الارض خليفة سنجعل وحد الخليفة في الارض الملائكة قالوا لا يا رب هذا الخليفة سيكون ظالم سيسفك الدماء سيضمر سيخرب سيقسل الابرياء سيتكبر على الخلق قال لهم لا اني اعلم ما لا تعلمون اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون ملكة وقع احداث مؤسفة البشر يقتل اخاه البشر وذا التاريخ مليء التاريخ البشر مليء بسفك الدماء بدأ بقابل وهبيل واستمر الى اليوم هناك سقوط العشرات والمئات من الابرياء في اخواننا في فلسطين وعلى انظار العالم ولا شيء يتكلم وكل هذا هذا كل الملائكة قل يا ربنا لم نخبرك لان البشر ظالم وان البشر ميال لسفك الدماء لكن لما تكونش واحد بحلش كالكسي سعيد تعرض للبلاء اخذ الله منه ابنه وفلدت كبيده وكان الصابع المحتسب الله تعالى يفرح ويسعد ويباهي به الملائكة ويقول لجبريل عبدي حمدني على ما اعطيته يقول اي نعم يا رب يقول ابن له قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد حتى قيل بان في الاحاديث ان اليوم القيامة العبد المؤمن لما يدخل بالجنة والناس لما يدخل الجنة يقصدون بيوتهم ويعرفونها كما يعرفون بيوتهم في الجنة كل واحد يمشي قصد بيته ذلك الانسان لمثله الولد او البنية يقصد اعظم وافخم البيوت يلقى بانه غادي لها بيت عظيم في نبل الملوك والرؤساء وخد جمع المئات على الرؤساء وملوك العالم ما يجيهم ذلك البيت يقول يا رب هذا بيت عظيم فلما يصلوا الى الباب يريدوا ان يفتح الباب الناس كلهم يفتحوا الباب ويدخلوا جميع المؤمنين الا اللي مثله ولده او بنته يلقى الباب مغلق فيطرق الباب على استحياء فيفتح له الباب ماذا كله يفتح له هذاك بلد لمثله ولدك بني لمثله يلقى امامه ولما ينظر يرى الله تعالى رأي العين يرى الله تعالى رأي العين الله تعالى سوف يره جميعه اهل جنة ولكن مازال بقى لهم الحال مازال حتى كده زوحد المدعد يكشف السطار ويرونه كما يرون القمر ليلة البدري لا يضامون في رؤيته ولكن دك لمثله فلدة كبيده هذا قد يشوف الله تعالى اول يوم في الجنة سوف يشوف الله تعالى مباشرة وديق الله مبتسم سوف يقول لك هذه وديعتك اعدناها اليك هذه وديعتك اعدناها اليك ذاك الاب وذاك الام تشوف ذاك الولادة ديالهم تتعانقوا معهم واحد العناق عظيم يقول يا ربنا لقد اكرمتنا اعدت لنا الوديعة هذا اللي خذته رضته مينا وجزاؤنا الجنة وجزاؤنا هذا القصر العظيم تسمى بيوت الحمد انوارها تتلألأ في بؤبؤ الجنة يقول الله تعالى ما زال ما شفتوش هذا الولادة عنده هذا الولادة عنده مقام الشفاعة انه يشفع لسبعين من اهل بيته استوجبوا النار سبعين واحد من العائلة دياله من احبابه من اقارب دياله الذين زلت اقدامهم او قلت اعمالهم او فسدت اديانهم هذا غيشفع لهم هذا هذا اللي قل يدخلون الجنة يدخلوا بلا حساب يعطي الله مقام الشفاعة وذي الساعة الناس الاخرين يقولوا ده المثل طوبة لك طوبة لك استسعيد انا اعلم بان الالم فاضيع واعلم بان المصاب جلل ولكن اقول لك اخي الفاضيل طوبة لك اذا صبرت واحتسبت غير انتظرك لعجب العجاب هذا فقط صورة مصغرة لما ينتظرك من الخيرات والبركات اسأل الله جل جلله ان يرزقك صبر الانبياء وصبر المرسلين وصبر ايوب عليه السلام واسأل الله جل قدرته ان يبشرك قريبا بحمل طيب اللهم تعالى يعطيك واحد للزوجة واحد الحمل المبارك ويسألكم الله تعالى بذرية طيبة ذكورا واناتا يكونوا كامل الاوصاف ويكونوا سليمين في خلقتهم ويكونوا من اهل الايمان العلماء العاملين ومن الصلحاء الصالحين ومن المحسنين المكرمين اللهم يا رب عجل لاخين سعيد اللهم عجل له بالفرج اللهم ورزقه الصبر اللهم واسعد قلبه وكل من ضعت له اولاد ومنات نسألك اللهم يا رب العالمين ان تجازم خير الجزاء وان تعوضهم اعظم التعويد وان تحفظ للجميع ابناءهم وبناتهم انك سميع قريب مجيب قلوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم تابع ايوا الاحباب الكرام ونتحول الى اقليم الجديدة مع اخينا عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لابس ابو لي برك الله وفيك ولله الحمد اخي اقلت عليك اي اقلت عليك السهل اقلت اخي مرحبا مرحبا الله يحفظ السعب الله بغيت نقول الناس يدخلون الشرشرة الهيلة المكفوف الاحي اخي جاود الفيديو اي اخي اخي خبطت شهر هادي ودخ الاحي واحد خر الهر السبت ايا ويجد اقلوا اعاونني الله يزيد والخير وعطاني واحد العشر الاف ريال الله يجزي بخير الحمد الله يتقبل اخي الله يتقبل اخي ان شاء الله ما زال رزق القريب باذن الله ما زال ان شاء الله يقعد اخودي ان الضعفاء والمسكين والمكفوفين ان شاء الله غيتوصلوا بالخيرات الكثيرة باذن الله وخاصة عبدالله نشكروك مولاي وهدي يعني نعيد الكرة مرة اخرى وثالثة ورابعة هالنس اللي هم عندهم اعاقات وكيعيشوا ظروف ديل الفقر وديل الحاجة خصوصا للمكفوفين الفقر ديل البصار وايضا لمعاقين عندهم اعاقات حركية وما عندهم تشي مدخول وكيعيشوا حالة ديل الفقر المزرية احنا قلنا لهم باش اللي بغوا المساعدة ينتظمون فيما بينهم في اطار قنوات اللي هدب الان متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة للاخوة اللي هم يتفضلوا وانشأوا قنوات منهم هدلي اذكر السعبدالله لكشرف لأخونا جواد من المحمدية احتوى عنده فاقد للبصر ودار هدل القناة اسمها قناة هلال للمكفوفين كيجمع فيها هدلي فيديو هدل ناس اللي بغير المساعدة كيسجن نفسهم من خلال ثلاث اربع دقائق كيقل كيعرف بنفسه بالحالة دياله والمساعدة اللي بغى وكيخل الرقم الهاتف ومن البعد الناس كيتواصلوا معه مباشرة كيمشون ديك القناة رامو تاح للجميع قناة هلال للمكفوفين غدي القوه دوك الناس غدي سمعوا المباشرة منهم وغي ياخذوا التليفون دي المباشرة وغي ساعدهم مباشرة يعني بدون اي توسطة هاكو المساعدة للا لكيش تدخل فقط مدير ديك القناة اللي هو سيجواد وكين محمد من الخميسة لدر قناة نور للمعاقين قناة نور للمعاقين اللي هم حركيا هالناس كلهم كيعيشوا حال ديال ضعف رمضان الماضي كنا درنا واحد الحملة تضامنية وربي جب فيها الخير وهو ان هالناس كانوا محتاجين الى هاتف نقال باشي توصلوا واحد العدد منهم راتوصل بهاتف نقال وربما كي ناس آخرين بل يبغي ساعدهم دونة وسطة يعني كيمشي مباشرة القناة كيتصل بالهاتف كييجاوب ذاك المعني بالأمر ويقدري يعطيه المساعدة منه مباشرة من الدول الدو بإذن الله وربي بارك للجميع هالناس كلهم كانوا ينقل لهم ايضا العطاء ديالبشر مهما كان ضعيف ولكن عطاء الله كثير وكثير جدا هالدرس اللي قلت اليوم في المقدمة ديالبرنامج اللي هو سر الغنى اللي بغى المال يجي تلعنده واللي بغى العز يجي تلعنده واللي بغى الولاد والبنات يعطيه منه الله في صورة جميلة ومهذبة واللي بغى يعطيه الله الحياة الهنيئة رالح الموجود رالح بكل بساطة ان نلزم الاستغفار فقلت استغفروا ربكم استغفروا استغفروا اللي بغى شي حاجة يديرها والله جربناها جربناها واعطانا الله تعالى اعطانا الله تعالى وسخر لنا وهيئ لنا حتى بعض الاحباء كنت لقى معهم كي بكيو يقول لي السفلان يكما الله تعالى عجل لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا يكما عجل لنا الطيبات لان الخير كي في كتير والعز والباب لدقة تفتح أنا عن نفسي مثلا كنت أتمنى أن أدب إلى الحج ورب أعطاني ورقة في الحج طول العمر هذه نعمة كبيرة 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 لا تعد لا تحصى الحج طول العمر في أحلى وأزهى مقام وبدون تعب بدون جهد هذه نعمة كبيرة لا تعد لا تحصى وقس على ذلك أعداد الأحباب واحد فقير ده بل عنده محلة تجارية واحد وراء واحد ربي فيض عليه واحد الشابة مرها هذه مرها عن دور بنيتها توحدها ما تزوجت وملدت الاستغفار بدت كل شهر تابعوا بعضياتهم حتى أولا ذاك العدل ولا خدام كنقول لي أجل فلانا رأى عند العقد اليوم الشهر جاي بنتها رأى تبعاتها بنتها الخرى تايا هاتمشي مشوا متابعين كلهم الاستغفار أيها الأحباب الكرام لن تحتاج إلى البشر رب البشر إذا أعطاك أذهشك رب البشر إذا أعطاك نعم كبيرة لا تعد لا تحصى لا تفكر لا في الهم ولا في الغم ولا في المرض ولا شكل يساعدني رب البشر يهيئ لك الأسباب يسخر لك أطيب وأنبل خلقه يكونون في خدمتك دون أن تطلب دون أن تطلب ربنا يجعل مسخرين إليك إنه التسخير الإلهي ببركة الاستغفار أسأل الله تعالى أخي استعبد الله الله يجب لك الرزق الوفير الله تعالى يجب لك الرزق الكثير اللهم تعالى يشفيك ويعافيك والسعب لارة كانت تكلم معنا من قبل كيعيش في البادية وبقبل أزواج وبقبل تعليم لأنه فاقد للبصر وكيعيش في واحد الفقر مدقع والولدين توفى والله يرحمهم يستعلم الرحمات الأخوة تزوجه مضربهم مع الزمن بقى هو هكذا سوليتاغ بقى هو حيد تتقادفه الأمواج فلقى الحمد لله هذه القناة هذه المكفوفين يتواصل معهم وفيها أصدقاء وحتها سيدة أيضا كيتبدل الكلام فيما بينهم وخصوصا اللي هم عندهم القرآن تبارك الله كيتباره وفي القرآن الكريم في حفظه وبعضياتهم دلين مصابقة بعضياتهم مصابقة للحفظ القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم وتبارك الله الحياة غادية عندهم كتزدان وكانوا بغنقل الأحباب الكرم رابي هاد الناس ربك رزقنا إنكم ترزقون بفقرائكم وإنكم تنصرون بضعفائكم هذا حديث نبوي شريف أن الرزق اللي يبغى الرزق كين مناهج كثيرة وكين سبل وطرق متعددة كين لأترياء حفظنا كين لأمريكا ومشى الكندا ومشى الفرنسا ومشى الصين وعرف من أين تؤكل الكتف كيف تصير غنيا في ضرفية قصيرة وكيف تدير المقاولة وكيف تخطط وكيف تصل إلى أهدافك هذا معلوم ولكن الطريقة السهلة من غير الاستغفار هي إكرام الضعفة إكرام الضعفة إنكم ترزقون بفقرائكم لا اشتشي فقير حاولتها الله فيه بما قسم الله لك إلا ما عندك شيء غير بكلمة طيبة غير بنظرة حانية ترزق به ترزق به على قدر ما أعطيته على قدر ما يعطيك المولى عز وجل ربنا قال لنا الباغيم الباغيم شحال قال لك الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللي بغى الغيناء اتباعها الطريق للإنفاق على الفقراء والمساكين اللي بغى العز اللي بغى النصر أشنهو إن تصل على الضعفة إنما تنصرون بضعفائكم هذا الحديث قالوا سبنا النبي صلى الله عليه وسلم في واحد المعركة لما جاءوا الناس يساموا في الجهاد جاءوا الفرسان وجاءوا الموشات وجاءوا أصحاب كل واحد المقام دياله المراتب وجاءوا شي ضعفة ما يبغى يساموا في المعركة ما هو ضعفة ما ينفعوا بواله وجاءوا النور ما دالوا تحاجة ومن لي بدأت المعركة دوك الفرسان مشوا لقداموا وحاربوا ودافعوا وقاتلوا وقتلوا والموشات كذلك وحينما انتهت المعركة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع عليهم الغنائم والعطايا ذاك الخير اللي انتصروا عليه فلما صار يوزع بدك يعطلوا واحد صحابي اللي كان هو فارس كان في المقدمة كان عنده الحصان شلوك يعلف فيه وشلوك يوجده وعنده السيوف شلوك يمضي فيها وعنده النبال وعنده الأذرع شلوك يخدم فيهم والنبي صلى الله عليه وسلم سواه مثله مثل واحد الفقير راول جاء بعكز ما دافعوا لأجمعهم توا دخل معهم المعركة وتوا شاطلي سهم هذك الصحابي استنكر قال لي يرسو الله كيفاش ان هالجود كل اللي قمت به ورطتيني هذ السهم والآخر جاي ما في حالوش ما عنده قوة ورطتيني بحال بحالو هو يقول له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم شلوك النصر اللي كان عندك ذاك القوة اللي كانت عندك ذاك الحظ السعيد الذي حلفك را كان ببركة ذلك الضعيف اللي كان في الوراء را وكان خايفك تعيب الله تعالى يقول يا رب وقلبه يرتشف وليسانه ورطبه بذكر الله فربك بباركته أنزل عليك الأمان وحافظك من الخطر وأنزل عليكم السكينة وجعل النصر حليفكم هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم النصر لما تكرم الضعفة ربك يعطيك العزة ولما توسع على الفقراء ربك يعطيك الغنى أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعليكم أجمعين وأن يكرمنا بفضله ومنه إنه سميع قريب مجيب أحبة الكرام ونحن في ختام هذه الحلقة والوقت متأخر لعله ساعة إجابة تعالوا بنا جميعا نستغفر المولى عز وجل الذي طلب منا أن نطلب المغفرة لهو الوقاية من الأخطار بسبب الذنوب المستحقة والعياد بالله تعالوا بنا نستغفر المولى عز وجل الذي قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ربنا عز وجل أمرنا بأن نستغفر لأن فيه رحمة وفي بركة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله تعالى أمرنا بأن نكثر من هذا الاستغفار لأنه هو الصفة التي تدل على المتقين إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت من المتقين فكن من المستغفرين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله تعالى الله تعالى أمرنا بأن نكثر من هذا الاستغفار والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الاستغفار أيها الأحباب الكرام هو الدواء والعلاج الناجح من الدنوب والخطايا وبه ربنا عز وجل يرفع عنا العنة ويرفع عنا الجفاف ويرفع عنا الغلاء ويرفع عنا الشدائد انتلبوا الله سبحانه وتعالى كامين يغفر لنا واندعوه بدعاء الاستغفار لعل الله تعالى يرفع عنا هذه الشدائد ونقول اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعوات يا مقيل العثارات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات يا غافر الزلات اغفر لنا يا ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا دا الجلال والإكرام يا رب العالمين نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اغفر لي ولوالدي اغفر لنا خطايانا وجهلنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا واغفر لنا جدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا باري البريئات يا باري البريئات يا غافر الخطيئات يا عالم الخفيات يا مطلعا على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وقهر كل مخلوق عزة وحكمة اغفر لنا يا ربنا اغفر لنا دنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفر الرحيم اللهم الهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا واستعملنا في طاعتك وألهمنا الاستغفار الصادق وعلم يا رب قلوبنا وألسنتنا استغفارك في كل وقت وحيم اللهم اجعلنا ممن يشملهم استغفار الملائكة اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العلنين إلهنا زلت بنا الأقدام وغارقنا في لجج المعاصي والأتام وإنا مقرون بالأساء على أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن يا ربنا ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون وقد تعرضنا لعفوك وثوابك فارحم خضوعنا يا باري البريات اللهم اجبر قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وعافنا واعفو عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا وأبدل اللهم سيئاتنا حسنات يا رب العالمين يا جابر المنكسرين يا مغيت الملهوفين يا من يحب التائبين تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين إلهنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإن رددتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه يا رب العالمين إلهنا من نقصد وأنت الرب المعبود يا من يلجأ إليه الخائفون وبكرمه وبجوده يتعلق الراجون إلهنا إن كنت لا تكرم إلا المخلصين فمن للمقصرين إلهنا إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين المضيعين إلهنا ربح المصلون والمزكون والصائمون والمخلصون وفازوا فوزا عظيما ونحن عبادك يا ربنا ضعفاء مدنبون ارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنك ياد الجلال والإكرام اللهم ياد الجلال والإكرام عجل لنا بالفرج عجل لنا بالفرج نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم نسألك اللهم أن تستجيب دعواتنا وتحقق راغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعينك الرعايتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنين بها عن من سواك ياد الجلال والإكرام ياد الجلال والإكرام نشهد أننا لك مستجبون لك محبون وإليك مشتقون فاسلقنا مع المهتدين واجعلنا من الراشدين واكتبنا مع المقربين يا أرحم الراحمين يا غفار الدنوب يا ستار العيوب يا قابل التوب يا واسع المغفرة يا من كتب على نفسه الرحمة يا رفيع الدرجات ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك وأنت عنا راضٍ غير غضبان يا ربنا إن تعذبنا فكثيرا عصيناك وإن تغفر لنا ففقراء إلى رحمتك نعود بك من شرور أنفسنا نعود بك من سيئات أعمالنا يا دا الجلال والإكرام يا رب العالمين لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك اللهم يا باسط اليدن بالعطايا نسألك اللهم أن تفرج عن الهموم يا ربي ببركة الاستغفار فرج الهم عن المهمومين اللهم فرج الهم عن المهمومين اللهم نفس الكرب عن المكروبين اللهم نفس الكرب عن المكروبين اللهم قددين عن المدينين اللهم قددين عن المدينين اللهم يا رب اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخيرتنا التي فيها معادنا يا حنان يا منان يا عظيم الشان قومنا إذا عوججنا وأعنا إذا استقمنا وعطينا رضا لا سخط بعده وهدى لا ضلال بعده وعلما لا جهل بعده وغنا لا فقر بعده واجعلنا في كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك يا رب احفظنا بالإسلام قائمين يا رب احفظنا بالإسلام قاعدين يا رب احفظنا بالإسلام راقدين املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا واجعل القرآن العظيم شعارنا والسنة المطهرة طريقنا يا رب العالمين اللهم يا رب إخونا لنا في فلسطين كلهم وليا ونصير اللهم كلهم وليا ونصير اللهم تولهم بكامل العناية والرعاية وانصرهم على من عداهم وكلهم يا رب نعم النصير ونعم الولي اللهم اجعل شهداءهم في الجنة واجعل أحياءهم يا رحمن الرحيم في حياة طيبة اللهم اجعل الأمة الإسلامية تقوم على كلمة واحدة اللهم اجعل رأيتها خفاقة في الأفاق اللهم اجعلها خير أمة أخجت للناس اللهم اعيدنا إلى رشدنا اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لاتخاذ القرارات التي تكون في صالح أمتنا وفي صالح أبناء إخواننا في فلسطين اللهم يا رب العالمين كلهم وليا ونصير كلهم وليا ونصير كلهم وليا ونصير يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخن الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيزي غفار ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم اغفر لنا ولجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والتلج والبرد ونقهم من الدنوب والخطايا كما ينقى الثوب البيض من الدنس اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين يا رب يوم القيامة يم من كتابنا وبيض وجوهنا وتبث أقدامنا ويسر حسابنا وارزقنا يوم القيامة جوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أمين اللهم أمين قلوا جميعا أمين آمين آمين بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا